موسيقى السلام عليكم أعزاء المتعلمين في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الخامس سوف نتناول في هذه الحلقة الدرس الثالث من الوحدة الرابعة بعنوان تقدير نواتج الضرب هل أنتم مستعدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم تملك عائشة مكتبة تحوي مجموعة من الكتب أرادت أن تضع الكتب في صناديق يسع كل منها أربعة كتب إذا احتاجت إلى مئتان وتسعة وثمانون صندوقا فقدر كم كتابا في مكتبة عائشة؟ لاحظة عزاء المتعلم أن في السؤال قال قدر أي لا يحتاج الإجابة الدقيقة مثل الجأ إلى التقدير نلجأ إلى التقدير عندما يكون من الصعب أو من غير الضروري الحصول على الإجابة الدقيقة لتقدر ناتج أربعة ضرب مئتان وتسعة وثمانون اتبع الخطوات التالية أولا قرب العدد إلى أقرب مئة لدينا العدد مئتان وتسعة وثمانون نحدد منزلة المئات وننظر إلى المنزلة التي تسبقها أو على يمينها وهي الثمانية الثمانية أكبر من الخمسة إذن نضيف واحد إلى منزلة المئات لتصبح ماذا؟ ثلاثمائة إذن قربنا إلى أقرب مئة يصبح ثلاثمائة إذن أربعة ضرب ثلاثمائة يساوي الآن نوجد الناتج ذهنية لدينا صفران إذن في الناتج صفران أربعة ضرب الثلاثة إثنى عشر إذن الإجابة هي ألف ومئتان تقريبا إذن أربعة ضرب مئتان وتسعة وثمانون تساوي تقريبا ألف ومئتان إذن عدد الكتب في مكتبة عائشة ألف ومئتان كتابا تقريبا ناتج إثنى عشر ضرب مئة وستة وسبعون هو ألفان ومئة واثنى عشر قدر لتتحقق من معقولية الناتج لتقدير ناتج الضرب اتبع الخطوات التالية وضعناه في الشكل الرأسي ويقول الخطوة الأولى قرب كلا العاملين لاحظ عزمو تعلم أن العامل مئة وستة وسبعون سنقربه لأقرب مئة ننظر إلى المنزلة التي تسبقها وهي سبعة السبعة أكبر من الخمسة إذن نضيف واحد إلى منزلة المئات لتصبح مئتان إذن قربنا المئة وستة وسبعون تقريبا مئتان الاثنى عشر نقرب لأقرب عشان ننظر إلى المنزلة التي تسبقها وهي اثنان أصغر من الخمسة إذن تبقى العشرات كما هي إذن تقريبا عشرة الآن بإمكاني ماذا أفعل؟ أوجد ناتج الضرب ذهنيا من خلال الدرس السابق اللي هو أنماط الضرب لاحظ لدي ثلاثة أصفار إذن في الناتج ثلاثة أصفار وأضرب الحقيقة الأساسية واحد ضرب اثنان إذن الإجابة ألفين فيكون إثنى عشر ضرب مئة وستة وسبعون يساوي تقريبا ألفان كون إن العدد ألفان ومئة وإثنى عشر اللي هو معطينا إياه في رأس السؤال قريب من العدد ألفين فإن ناتج الضرب معقول أوجد الناتج التقديري ثم أوجد الناتج الدقيق وماذا تلاحظ؟ إذن لدينا سبعة وأربعون ضرب ثمانية وستون نريد أن نقربها ونوجد الناتج التقديري إذن ننظر إلى العدد ثمانية وستون نقرب لأقرب عشرة على يمين المنزلة المحددة ثمانية ثمانية أكبر من الخمسة إذن نضيف واحد إلى العشرات لتصبح ماذا؟ تقريبا سبعون العامل الثاني سبعة وأربعون ننظر إلى المنزلة اللي علينا وهي السبعة السبعة أيضا أكبر من الخمسة إذن نضيف واحد إلى المنزلة المحددة لتصبح ماذا؟ تصبح خمسون إذن الآن خمسون ضرب سبعون ماذا يساوي من خلال أنماط الضرب؟ لاحظ أن لدينا صفرين فإذن وضعنا في الناتج صفرين خمسة ضرب سبعة من الحقيقة الأساسية يساوي خمسة وثلاثون إذن الإجابة تقريبا ثلاثة ألاف وخمسمائة لاحظة عزيز المتعلم من خلال التقريب إنه إحنا في كلا العاملين قربنا إلى العشرة الأكبر يعني مثلا الثمانية والستون قربناها للسبعون ليش؟ لأن في المنزل اللي على يمينها أكبر من الخمسة إذن أضفنا واحد وهنا أيضا أضفنا واحد معنات أن العاملين إحنا قربنا إلى العدد اللي أكبر منه فيكون الناتج الآن لدينا سبعة واربعون ضرب ثمانية وستون يساوي تقريبا ثلاثة آلاف وخمسمائة المطلوب منك الآن يخلصنا إحنا المطلوب الأول وهو إيجاد الناتج التقديري الآن يريد أوجد الناتج الدقيق نستخدم الآلة الحاسبة يلا ضعف الآلة الحاسبة سبعة واربعون ضرب ثمانية وستون ماذا تساوي إذن الناتج الدقيق يساوي ثلاثة آلاف ومئة وستة وتسعون لاحظ لما إحنا نقارن الناتج الدقيق مع الناتج التقديري شوف الناتج التقديري أكبر من الناتج الدقيق لماذا؟ ماذا تتوقع؟ أو ماذا تلاحظ؟ هنا يريد الملاحظة ماذا تلاحظ على الناتج الدقيق؟ وماذا تلاحظ على الناتج التقديري الناتج التقديري أكثر إذن الملاحظة عند تقريب كل العاملين إلى عدد أكبر يكون الناتج التقديري أكبر من الناتج الذقيق نلاحظ يقول لك لأننا قربنا كل العاملين إلى عدد أكبر مننا شوف 68 أصبحت 70 47 أقرب لها 50 أكبر منها فإذن عند تقريب كل العاملين إلى عدد أكبر يكون الناتج التقديري أكبر من الناتج الدقيق سؤال آخر عزيز المتعلم وأيضا يريد أنك توجد الناتج التقديري ثم أوجد الناتج الدقيق ثم ماذا تلاحظ إذن لدينا 31 ضرب 209 لنضعها في الصورة الرأسية الآن نريد أن نقرب لأقرب 100 في العدد 209 لاحظ أن اللي على يمين المئات هو صفر الصفر أصغر من الخمسة إذن تبقى المنزلة المحددة كما هي إذن قربنا إلى المئتان لاحظ أننا المنزلة المحددة لم نضف لها واحد بقط كما هي لننظر إلى الواحد وثلاثون منزلة المحددة هي العشرات ننظر يمينها واحد الواحد أصغر من الخمسة إذن تبقى المنزلة المحددة كما هي إذن تقريبا ثلاثون الآن نضرب ثلاثون ضرب مئتان من خلال الضرب في أنماط الضرب ماذا تلاحظ أن لدينا ثلاثة أصفار ثم نضرب الحقيقة الأساسية ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة إذن الإجابة ستة آلاف فيكون واحد وثلاثون ضرب مئتان وتسعة يساوي تقريبا ستة آلاف الآن يريد ماذا المطلوب الثاني هو إيجاد الناتج الدقيق باستخدام الآلة الحاسبة أدخل واحد وثلاثون ضرب مئتان وتسعة ماذا يساوي ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون ماذا تلاحظ على الناتج الدقيق والناتج التقديري ماذا تلاحظ بينهم لاحظ أن الناتج التقديري أقل والناتج الدقيق ماذا أكبر إذن شنو الملاحظتنا اللي بهاللحظة هذه شنو استنتاجك عزيز المتعلم عنده تقريب كل العاملين إلى عدد أصغر يكون الناتج التقديري أصغر من الناتج الدقيق شوف ني مئتان وتسعة قربناها إلى مئتان يعني أصغر منها واحد وثلاثون قربناها إلى الثلاثون الثلاثون أيضا أصغر منها فمعناته عنده تقريب كل العاملين إلى عدد أصغر يكون الناتج التقديري أصغر من الناتج الدقيق أكمل لتحصل على الناتج التقديري 9 ضرب 834 لنقرب إلى منزلة المئات إذن المئات يمينها ماذا؟ الرغم 3 أصغر من الخمسة إذن تبقى المئات كما هي أي تقريبا 800 الآن نضرب لاحظ معي عزم تعلم 9 ضرب 800 لدينا صفرين فإذن في الناتج أيضا صفرين ونضرب الحقيقة الأساسية 9 ضرب 8 إذن إجابتنا رح تكون 7200 إذن 9 ضرب 834 يساوي تقريبا 7200 أوجد الناتج التقديري 32 ضرب 915 نقرب كلا العاملين إذن لدينا في العدد 915 المنزل اللي حددناها منزلة المئات ننظر يمينها يمينها العشرات الرقم اللي فيها 1 الواحد أصغر من الخمسة إذن تبقى المئات كما هي إذن يساوي تقريبا 900 32 حددنا منزلة العشرات الثلاثة في منزلة العشر ننظر يمينها 2 أصغر من الخمسة إذن أيضا تبقى العشرات كما هي يساوي تقريبا 30 حسن الآن نضرب 30 ضرب 900 باستطاعتك أن توجد الناتج ذهنيا لدينا ثلاثة أصفار إذن بالناتج أيضا ثلاثة أصفار ثلاثة ضرب 9 يساوي 27 إذن نضع الإجابة كاملة وهي 32 ضرب 915 يساوي تقريبا 27 ألفا أوجد الناتج التقديري 6 ضرب 507 الآن عزيزي متعلم لاحظ أن هذه المسألة في الصورة الأفقية أيضا باستطاعتنا أن نوجد الناتج التقديري بهذه الطريقة الستة تبقى كما هي 6 ضرب 507 نقرب للمئات إذن ننظر إلى المنزلة التي على يمينها وهي الصفر الصفر أصغر من الخمسة إذن تبقى المئات كما هي إذن تقريبا 500 الآن نضرب 6 ضرب 500 لدينا صفرين إذن في الناتج أيضا صفرين 6 ضرب 5 وهي الحقيقة الأساسية إذن الناتج 30 هذا الصفر اللي ناتج من الحقيقة الأساسية إذن أصبح الناتج 6 ضرب 500 يساوي 3000 إذن 6 ضرب 507 يساوي تقريبا 3000 هل الناتج التقديري لي 289 ضرب 48 أكبر أم أصغر من الناتج الدقيق فسر إجابتك من خلال ما تعلمنا في درس اليوم باستطاعتنا أن نحدد ما إذا كان الناتج التقديري أكبر أم أصغر من الناتج الدقيق لنرى ماذا نفعل الآن 289 نقرب لأقرب 100 إذن ننظر إلى الثمانية الثمانية أكبر من الخمسة إذن نضيف 1 إلى المئات لتصبح 300 لاحظ أننا قربنا إلى ماذا؟ إلى العدد الأكبر الآن لدينا الثمانية وأربعون نحدد الأشارات وننظر إلى يمينها وهي الثمانية الثمانية أكبر من الخمسة إذن نضيف أيضا واحد إلى العشرات لتصبح خمسون ثلاثمائة ضرب خمسون يساوي خمسة عشر ألفا من ثلاثة أصفار في الناتج ونضرب الحقيقة الأساسية ثلاث ضرب خمسة إذن خمسة عشر ألفا إذن مئتان وتسعة وثمانون ضرب ثمانية وأربعون يساوي تقريبا خمسة عشر ألفا الآن إحنا أوجدنا الناتج التقديري ولكن إلى الآن لم نحدد إذا كان أكبر أم أصغر من الناتج الدقيق ماذا فعلنا من خلال الملاحظة؟ إنه إحنا العامل الأول قربنا إلى العدد الأكبر والعامل الثاني أيضا قربنا للعدد الأكبر إذن الناتج التقديري أكيد بيكون أكبر من الناتج الدقيق لماذا؟ نفسر إجابتنا لأنه عنده تقريب كلا العاملين إلى عدد أكبر يكون الناتج التقديري أكبر من الناتج الدقيق قام محمد وإبراهيم بإيجاد الناتج التقديري لـ 18 ضرب 139 كالتالي هذه إجابة محمد وهذه إجابة إبراهيم أوجد الناتج الدقيق ثم أذكر أيهم كانت إجابته أقرب إلى الناتج الدقيق وفسر إجابتك إذن نحتاج على حاسبة لنوجد الناتج الدقيق وادخلنا في الآل الحاسبة 18 ضرب 139 الناتج ساوي 250 واثنان لننظر إلى إجابة محمد 2800 لننظر إلى إجابة إبراهيم 2000 ماذا فعل محمد؟ شوف محمد ماذا فعل؟ الثمانية عشر قربها إلى العشرون المئة وتسعة وثلاثون قربها لأقرب عشرة لتصبح 140 لم يقربها لأقرب مئة انظر إلى إبراهيم الثمانية عشر قربها لأقرب عشرة وأيضا مئة وتسعة وثلاثون قربها لأقرب مئة فإذن يوجد فرق شاسع كبير بينه بين الإجابة الدقيقة إذن إجابة محمد هي الأقرب لأنه قرب كل العاملين لأقرب عشرة وأنت لك الحرية في مثل هذه المسائل إنما أن تقرب لأقرب من زل مئة أو عشرة وكلما زقر التقريب كلما كان الناتج أدق إلى هنا نصل أعزاء المتعلمين إلى ختام حلقتنا أتمنى لكم التوفيق ونلقاكم على خير مع درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس وإلى اللقاء اشتركوا في القناة